ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فهم يعلنون دعمهم ليس فقط الدعم الإعلامي وإنما الدعم المالي رغم ما هو موجود من ثوابت وعلاقات أسرية ونسيج اجتماعي واحد من دول مجلس التعاون الخليجي هذه النقطة وأيضا دول مجلس التعاون الخليجي لم يحدث أن تدخلت في الشأن الداخلي القطري إلا أن للأسف الشديد بأن التدخل في شأن الجيران والتدخل في الشؤون الداخلية وهي من المبادئ المستقرة في القانون الدولي بعدم تدخل في شؤون الآخرين الشعوب وكذلك عدم تدخل بتغيير أي نظام سياسي في أي دولة كانت بأي طريقة كانت سواء كان بالدعم أي تنظيم موجود في هذه الدولة ما الذي يضيفه تصريح ترامب في المواجهة الدولية للإرهاب ترامب هو الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى لها علاقاتها الدولية المتشعبة ولها أجهزتها المخابراتية في العالم وهذه دولة عندما تتحدث عن الإرهاب فهي لديها من المعلومات ما تؤكد هذا التوجه دول مجلس تعاون الخليجي الثلاثة التي قاطعت حقيقة عندما اتخذت هذا القرار لا شك بأنه قرار صعب يأتي لدولة شقيقة ودولة تربطنا بها الكثير فلذلك لم يتخذ هذا القرار إلا بعد مراجعة العديد بل استمر لسنوات هذه التصرفات الغير مسؤولة سواء كان باستضافة حركات راديكالية أو بدعم حركات باعتراف دولة قطر بذلك للأسف الشديد بأن الدول وصلت إلى رغم أنها قاطعت في السابق يعني كان هناك مقاطعة في السابق كانت هناك إشارات سابقة لدولة قطر الشقيقة التي تعز علينا كمواطني في دول مجلس تعاون الخليجي أن حدث وثم حدث من أجل أن أعتقد البعض يقول بأن الدول الثلاث قد قاطعت قطر بل أني أقول بأن قطر هي من قاطعت قطر هي من خرجت عن المجموع الخليجي دون أن يكون للدول الخليجية تدخل في الشأن الداخلي القطري أو فرض للسياسة القطرية أو هيمنة على السياسة القطرية ولكن للأسف الشديد بأن هذا الدعم للإرهاب يشكل ضغط على الدول الخليجية ولا تحسن ببناء علاقات متكاملة مع الدول الأخرى ولعل جمهورية مصر العربية أبلغ مثال بأن هذا الشعب الكريم العظيم الشعب المصري لم دول الخليجية تتدخل في شأنه الداخلي وقرر مصيره بنفسه فعندما قرر أخيرا أن يغير من مصيره الأجهزة الإعلامية من ذاك اليوم 30 يوم يونيو إلى اليوم هذه الأجهزة مسلطة بشكل يومي لإثارة الفتنة وهذا غير جائز مع دولة بحجم وعظمة جمهورية مصر العربية شكرا جزيلا لحضورك المستشاة فريد غازي عضو مجلس النواب سابقا شكرا لك